السلام عليكم ورحمة الله تحيي كبيرا لكم ظهور إسماعيل قاني بعد أسابيع من التكهنات إسماعيل قاني قائد فيلق القدس التابع للحرس السوري الإيراني يحضر مراسم جنازة نائب قائد الحرس السوري الإيراني عباس نيلفوروشان في 15 أكتوبر 2021-2024 وظهر قائد فيلق القدس التابع للحرس السوري الإيراني إسماعيل قاني السلساء بعد أسابيع من الاختفاء وذلك لحضور مراسم استقبال جسمان القياد العسكري عباس نيلفوروشان الذي قتل الشهر الماضي في لبنان وقتل نيلفوروشان وهو قائد عسكري في الحرس السوري الإيراني في غارة إسرائيلي على بيروت إلى جانب زعيم حزب الله حسن نصر الله وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن نيلفوروشان كان نائب قائد عملية الحرس السوري الإيراني وبدأ موكب جنازة القياد الإيراني في ميدان الإمام الحسين وسط طهران صباح السلساء وفقا لباس مباشر على التلفزيون الرسمي واختفى قانع الأنظر وترددت شيعة في بعض وسائل الإعلام أنه استهدفه في غارة إسرائيلي على لبنان قبل أن يظهر السلساء في الجنازة مرتديا الزي العسكري الأخضر للحرس وحضر الآلاف موكب الجنازة في ميدان الإمام الحسين وحمل العديد منهم لافتات حزب الله الصفراء والأعلام الإيرانية والفلسطينية وهم يهتفون الموت لإسرائيلي وكان جسمان نيلفوروشان قد وصل إلى عراق يوم الأسنين من بيروت حيثو جرت له من رسم تشيئة جماهري كبيرة ونقل جسمانه إلى طهران لتشيئه في مدينتي مشهد وقم قبل أن يوارى السراء في مصقة رأسي أصفهان ترجمة نانسي قنقر